موجة من البرد تعصف بإسبانيا حيث انخفطت درجة الحرارة في المناطق الشمالية والشرقية من البلاد لخمس درجات تحت الصفر فيما بلغت عشر درجات تحت الصفر في المرتفعات ويتوقع أن تستمر هذه الحالة الجوية إلى غاية يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل ينتظر أيضا أن تتساقط التلوج حتى في المناطق المطل على البحر بما في ذلك في جزر الباليار وقد شهدت إسبانيا مثل هذا الانخفاض المفاجأ في درجة الحرارة في الشهر ذاته من العام 2012 أما أقصى فصل شتاء عشاه الإسبان فكان في بداية ثمانينيات القرن الماضي